الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا أبناء الأعزاء في هذه الحصة جديدة والتي تتعلقنا طبعا بأنشطة لتقويم ودعم التعلمات طبعا الوحدة الأولى المرجع هو المفيد للجمعيات طبعا المستوى القسم الخامس ابتدائي إذن نشرع على بركة الله السؤال الأول أعرف المصطلحات التالية ما معنى المقياس ما معنى المفتاح ثم ما معنى وردة الرياح ينسى فقالترقنا لها في الدرس ولكن لا بس سنعيد تعريف المقياس المفتاح ثم وردة الرياح أها هي المقياس طبعا يبين العلاقة بين الأبعاد ممثلة في الخريطة والأبعاد الحقيقية إذن هو اللي يبين العلاقة بين الأبعاد ممثلة في الخريطة والأبعاد الحقيقية المطابقة لها طبعا في الواقع إذن المقياس نقوم بتصغير طبعا القياسات الحقية إلى قياسات طبعا ممتلة على الخريطة ثم المفتاح أداة توضح مدلول الرموز المستعملة في الخرائط المفتاح أداة توضح مدلول الرموز المستعملة في الخرائط ووردة الرياح مصطلح يطلق على الجهات الأصلية الأربع وتعتبر أداة أساسية في وضع الخرائط لتحديد تجاهز إذن هذه وردة الرياح سنعود إلى السؤال الثاني أرسم وردات الرياح طبعا قالوا أن أرسم وردات الرياح التجاهات الأصلية والتجاهات الفرعية ثم أبرد أهمية التجاهات الأصلية في تنقلاتنا اليومية نعم إذن أهمية معرفة التجاهات الأصلية في التنقلات اليومية يعني بدونها بدون هذه معرفة التجاهات سوف نضيع طبعا ولا نصل إلى الوجهة التي نريد هذه إلى تيقظات الأصلية هي ورض الرياح هنا هنا الكظر الشرق الغرب هنا الشمال الشرقي، Schlخر الغرب هنا الجنوب الغربي ثم هنا الجنو الشرقي فيكفي أن ننصم دائرة ثم نقوم بهذ القطر هذا وهذا القطر هذا فنكتب الشمال هنا الجنوب هنا الغرب الشرق ثم ندل هذا القطر وهذا هو وهذا القطر هذا الشمال الشرقي الشمال الغربي جنوب الغربي جنوب الشرقي رسم مرضة الرياح نمر إلى السؤال الموالي ولاحظوا الخريطة جانبها هي هنا العنوان تداريس المغرب هنا الخمسة مفتاح ثم هنا الإطار المقياس نعم سنرى ولاحظوا الخريطة الجانبات تم أنجزوا ما يلي أعبئوا الجدول بعد نقله في دفتاري بالأجوبة المناسبة حول المخطوات المتبعة لإنجازها وأرتبوا عنها صغيرة كل خطوة ترتيبا صحيحة إذن خطوات لإنجاز الخريطة الخطوة الأولى طبعا هو هذا ربعه هذه إنجاز طبعا الإطار طبعا الإطار وتقريبا لكن ندير في تقريبا 11 سنتيمتر بشكل مربعي يعني مربع إطار ثم الخطوة الثانية هي عدنا هنا طبعا ها هي هنا أرسم قناء إطار الخريطة بشكل مربع ثم أجزل إطار إلى مربعات صغيرة هنا أقسمها إلى مربعات صغيرة طبعا هذا الإطار الكبير بعدها أرسم الحدود السياسية بخط المتقطع وأرسم السواحل بخط أزرق أرسم المصطحة المائية باللون الأزرق المتصل والمتقطع إذن هنا أرسم هذه الحدود هذه الحدود ثم أرسم كذلك هذه الحدود ثم هنا بخط أزرق متصل أرسم المصطحات وأرسم السواحل السواحل طبعا أرسم السواحل بعدها أسجل أسماء الأنهار وأسماء البحار بنفس اللون الأزرق إذن هنا أسماء الأنهار باللون الأزرق بعدها أسماء الدول التي لها حدود مع المغرب هنا مثلا الجزائر هنا موريطانيا أضع عنوانا ومفتاحا ومقياس الخريطة وبين اتجاه الخريطة مستمرة ووردة الرياح أضع عنوانا واحد ثم مفتاحا ثم مقياسا ثم وردة الرياح لتحديد الاتجاه ومعركة هذه هي ثلاثة إذن احد اتنا ثم ستة ثم ثلاثة كلهم في الخطوة الأخي الرابعة أضع عنوانا مناسبة ومفتاحا ومقياسة الخريطة وبين اتجاه الخريطة مستمرة بوردة الرياح نمر إلى التمرين الثاني أول حاجة نشوفوا هذه الأشكال هذه التداريسية نعم هذه طبعا معروفة الجابال هذه معروفة أنها هضبة عند المجرى عميق ثم هذا معروف أنه عيكون سهل يعني هو مستوى مستوى سطح البحر إذن هالجبال عند ارتفاعات هاي ربعلاف وأكثر السؤال قالوا لنا الترتيب اسم الشكل آليف تعريف الشكل دياله مثل الآليف إنه هو هذا إذن اسمه هو جبل وبشكل تتميز أنه بقمم حدى وصفوح شديدة الإنحدار دبنا عدنا الإجابة ثم بقى عدنا بقى هذا وهي هاضبة أراضي طبعا منبسطة ومجرمائي عميق ثم هذا الجيم وهي طبعا سهل هذا السهل لكي تميز بأراضي منبسطة جدا ومجرمائي غير عميق ومجرمائي غير عميق سنرى طبعا إجابات لدينا ها هي الأولى الجبل يتميز بقمة حادة وصفوح شديدة الإنحدار هذا مجرمائي عميق أراضي منبسطة والسهل مجرمائي غير عميق وأراضي منبسطة ثم قلنا عرف حوض مائي سافلة عالية عرف حوض مائي سافلة عالية سبقها وتشتنا في الدرس ولكن ما أريدو أن أذكر بها إذا انتعاري فی حوض مائي تشكل الحوض المائي من مياه والتساقطات ومياه helpful بينما منابع في شكل مسئلات ومجرمائية تجمع فيها في أنهار أو محيرات إذا الحوض المائي تشكل .مياه والتساقطات ومياه المنابع في شكل مسئلات ومجراري مائيت تجمعه Nabha السافلة العادية للنهر هي الجانب الأعلى من مجرار الراء عليها My كل مصب نعم أتمنى أن تكون قد استفدتم هذه الحصة